أهلا بكم في محورنا الثاني الحديث فيه سيكون حول نقاش النواب المرتقب لقانون الجرام الإلكترونية بعد إقراره في اللجنة القانونية ورحب بضيفي دكتور صدام أبو عزام الناشر الحقوقي مساء الخير مساء الخير صعد الله مساءك سينضم إلينا بعد لحظات عضو اللجنة القانونية النيابية سليمان القلاب ودكتور صدام أسمع بداية تقيمك للقانون وإذا عندك أي ملاحظات تفضل ما بعد التعديل ما بعد التعديل شكرا لك وشكرا على الاستضافة في الحقيقة بعد مراجعة التعديلات اللي تم نشرها اليوم وخلصت لها اللجنة القانونية باعتقادي من الجانب القانوني هي لا تلبي الحد الأدنى المطلوب في مثل هذا التشريع شعبيا جاءت مخيبة للآمال على ضوء النقاش والجدل الوطني اللي دار خلال هذه الفترة على هذا القانون وبالتالي التعديلات كانت خجولة ولا تلبي الحد الأدنى المطلوب لقانون نموذجي يسد الاحتياج الوطني في هذا الإطار لماذا؟ لأن هناك العديد من النقائص التشريعية من حيث الشكل والمضمون في هذا القانون وهذا القانون أخي محمد لازم نأخذه بثلاث محاور رئيسية قوانين الجرائم الإلكترونية في التجارب النظيرة في العالم التشريعية تحتوي على ثلاث محاور رئيسية المحور الأول هي جرائم الوسيلة ما عبر عنها بجرائم الوسيلة هو الفضاء الإلكتروني الجديد فيه أن بعض الجرائم أصبحت ترتكب بوسيلة إلكترونية غير الوسيلة التقليدية مثل جريمة القتل واوا وغيره تمام؟ فجرائم الوسيلة هي محور من محاور هذا القانون يجب أن تحال على القوانين الأصلية ولكن تعاقب الوسيلة الإلكترونية هذا محور المحور الثاني من هذا القانون هي النصوص ذات البعد التقني والفني الذي يتعلق بالشبكة ونظام المعلومات والبريد الإلكتروني وشبكة التواصل الاجتماعي ذو بعد تقني فني يتعلق بشبكة المعلومات المحور الثالث يتعلق بالتدابير الإجرائية والاحترازية في هذا الموضوع وتدابير انفاذ القانون والعقوبات التبعية مثل دور المؤسسات الوطنية الأوقات الزمنية لأوامر الإبلاغ والحظر والنشر وغيرها دور أجهزة انفاذ القانون العقوبات التبعية مثل أخذ الأجهزة مصادرة الأجهزة وغيرها من هذه المساعدة هذه المحاول الثلاثة الرئيسية التي يجب أن يتضمنها أي قانون عندما نراجع المراجعة البسيطة لأحكام هذا المشروع القانون وكما هو متداول بالرأي العام الأردني خل القانون من هذا التقسيم المنهجي الواضح الذي يعطي رسائل اطمئنان للشارع العام وللمختصين والذي والعلاقة هذا عدم التقسيم المنهجي لهذا القانون هو الذي أدى إلى زيادة موجة الجدل والضغط على هذا القانون فضلا عن الاختلالات الصياغية والموضوعية التي تضمنها هذا القانون طيب عن الشيطة يوم تقول ترجوك احنا اسمعنا أراء كثير خبراء نعم اختلفوا نعم هناك من وجدنا هذا قانون مميز هذا قانون نحتاجه اليوم فورا جميل هناك من وجد أن الأسباب الموجبة لهذا التشريع ضرورية وأساسية وأن البنود الواردة مثار الجدل تخص فئات هي غير معنية في هذا القانون أنا بحكي لك وجهات النظر وهي لا تعبر عن وجهة نظري أو نظر البرنامج أو نظر المؤسسة هي وجهات نظر طريحت على هذه الطاولة اليوم بقول لك أنت لب تحكي الرأي العام الذي تحدث عنه والرأي الصحفي الصحفيون منزعجون من هذا القانون وهذا القانون لا يمسه هذا الرأي وهذا رد حكومي أيضا الزعاج الآخر الترويج لهذا القانون هذا قانون للاحتيال لابتزاز لديار الشخصية لدم القدح والتحقير لضبط مواقع التواصل الاجتماعي الغير منضبطة وهذا واقع حال من حيث أننا نبدأ أن القانون احتياج وطني القانون يجب الفضاء الإلكتروني جزء من حياتنا ويجب أن يكون هناك منظومة تشريعية لتنظيم هذا الفضاء الإلكتروني فبالتالي هو احتياج وطني تضمن القانون العديد من الإيجابيات لا شك بذلك فيه العديد من الإيجابيات اللي بتقونن وبترشد وتحوكم هذا الفضاء الإلكتروني ولكن الإشكاليات الموجودة في هذا القانون غلبت على الإيجابيات مما وصم هذا القانون بأنه قانون يضيق على الحريات وليس فقط على الصحفيين أنا باعتقادي أن اختزال القانون بأنه ينطبق على الصحفيين أو اختزال القانون بالعقوبات البالغة هذا غير دقيق القانون فيه العديد من الهنات والزلات التشريعية ما يكفيه تمام منها أحكي لك مثالا الهجمات الإلكترونية هو الفضاء الإلكتروني شو أكثر شيء بضرر الدولة وموصالحها الوطنية ومواردها الوطنية والقومية والأمنية هو الهجمات الإلكترونية لم ترد تعريف للهجمات الإلكترونية ولم يرد أي تعريف للمعاقبة على الهجمات الإلكترونية المسألة الأخرى التجنيد الإرهابي والإرهاب وغيرها من هذه المسائل لم ترد على العلم أن كل القوانين التقنيت المعلومات وجراء المعلومات في المنطقة العربية في المغرب العربي والشرق الأوسط كلها وردت فيها مسألة التجنيد الإرهابي وغيرها من هذه المسائل الإعلان الإلكتروني أخي محمد إحنا بواجهنا يوميا على الشبكة المعلوماتية والشبكة العنكبوتية العديد من الإعلانات الإلكترونية الوامية إذا كانت الغاية وأنا بفترض حسن النية بالغاية من التشريع أنه بدنا نرشد ونحوكم الفضاء الإلكتروني وبدنا نمنع الاحتيال الإلكتروني الأصل أن نضع نصاً يعاقب على الإعلانات الإلكترونية غير المرقصة اللي خارج عن نطاق وزارة الصناعة والتجارة واللي فيها ابتزاز واللي فيها احتيال واللي فيها تزوير في البضاعة وتزوير وغيرها من هذه ويصدروا إعلانات بدون أن يكون لهم محال ولا رخص مها ولا غيره هذه مسألة المسألة الأخرى الدليل الرقمي هذا القانون سوف يخضع أي شخص إلى المحاكمة أمام القضاء والمدعاء العام الإدعاء العام يحاكم منظومة قوانين إما بالمدنية قوانين بينات وأصول محاكمات جزائية وغيره بحاجة إلى نص يضفي شرعية قانونية على الدليل الرقمي والمستند الرقمي لم ترد أي شرعية على المستند والدليل الرقمي في هذا الإطار المسألة الأخرى في دول أوروبا العديد من القضايا ثبتت بأنه يتم تجنيد وتطوير ريبوت إلكتروني لإختراق موقعك أو لسرقة بياناتك لم يتم العقاب على من يسير هذا الريبوت أو من يقوم بتصنيعه لتسليط الضوء أو لإختراق المواقع الأمنية وأغلب الجرائم اللي وقعت في دول أوروبا الشرقية والغربية على المواقع الأمنية الاستراتيجية في بعض هذه الدول كانت من ريبوت إلكتروني كان الأجدر بنا أن نضع مثل هذا التعريف في هذا الموضوع الآخر نقطة أخي محمد المزود أو المشغل إحنا عندنا شبكات الألياف التي تيجي من المحيط في مشغلين عقد الامتياز الوطني لم يرد المشرع أي نصا يتعلق بالمزود أو المشغل على الفرض الصاقط بأن المزود امتنع عن تنفيذ أوامر الحكومة ويعرف في تنسيق امتنع كيف للسلطات الرسمية أن تلاحق أو أن تمنع تغول هذا المشغل أو المزود في هذا الإطار طيب بالتالي أنا هون النقاص البحكي عنه يعني أنت اليوم موافق على القانون بس تشوفوا أنا مع هذا القانون بأنه احتياج وطني لكن فيه العديد من الإشكاليات الموضعية التي لا تخدم قضيانا الوطنية أنت ذكرت نعم في غيرهم نعم في غيرهم زي أنت عندك ملاحظات اليوم أنت اليوم بتقول لي نعم معنى كلامه نعم هذا القانون كويس لا بس فيه بعض النقاط شو كويس حلين حتى حب حب عشان نعم أموره كويسة ما ورده فيه جيد أصببه الموجبة زي نعم ناقص في واحد ايوه فيه نقاص وبعد فيه نقاص أربعة خمسة بدنا هاي المواد عشان نضبط المشهد أكثر نعم أنت مع ضبط المشهد اه طبعا اه فضل مع ضبطه بلكن بملاي مصر الحريات حتى نكون وقتا هذا القانون من مصر الحريات أه طبعا وين الآن بحكي لك مسألة أخرى العقوبات اللي وردت في هذا القانون كل العقوبات اللي وردت في هذا القانون لم تأخذ من ببدأ التفريد العقابي جاءت الغرامة والحبس على عكس كل التشريعات الجزائية العردنية والعقوبات الواردة فيها الحبس أو الغرامة وهي سلطة تقديرية للقاضي فالقاء هذا القانون في جاوبة القضاء هذا أمر خاطئ التفريد القضائي يلقى في جاوبة القضاء المادي أربعة فقر باء والمادي أربعة فقر دال والمادي ثماني فقر باء الجريمة تتكون من ثلاث أركان الركن المادي يتكون من الفعل وعلاقة السببية والنتيجة مبدأ الشرعي مفاده أن لا عقوبة ولا جريم إلا بنص المادي أربعة باء والمادي أربعة دال والمادي ثماني باء وردت بعجز المادي إذا أدى إلى تحقيق نتيجة ولم يذكر المشرع النتيجي هذا يخل بمبدأ الشرعي يقلبه رأسا على عقب أنا بحكي للمختصين للمشرعين للقانونيين في الحكومة اللي ساهموا بهذا القانون من بعد وطني من بعد أنه إحنا ما عندنا مشكلة ما بدنا ننطلق من نظرية المؤامرة والتشك يا جماعة لا يجوز أن ترد كلمة إذا أراد تحقيق نتيجة أنا بأخذ معلوماتك بهدف الإضرار بك بأخذ معلوماتك بهدف نشرها أو ارتكاب جريمي فيها فبالتالي أستاذ سليمان وصل عشان يرد عليه فبعد الفاصل نرحب به ونبدأ ونواصل حوارنا حول الجرائم الترونية فاصل ونتمه نواصل القرمان أهلا بكم نواصل حوارنا ورحب بضيفنا وضولة جنو القانونية النيابية وستمعت جزء من أورده وعندك بعض التعليقات والتعقيبات أورد تفضل أخي أولا المساء الخير لك وللمشاهدين وللأخ صدام أنا سمعت جزء من الحديث حول أن التكييف والمصطلحات والعقوبة سيدي التشريع دائما يترك تعليف المصطلحات للقضاء حتى التكييف القانوني متروك للقضاء حتى العقوبة بين الحدين الأدنى والأعلى متروك للقضاء أيضا حتى أنه يجوز للمحكمة والقاضي أن يزول عن الحد الأدنى للعقوبة لأنه أنك تعطي القضاء مصطلحات معلبة وعقوبات معلبة وتكييف معلبة هذا يعني غير مرغوب فيه يجب أن يكون لدى السلطة القضائية مطلق الحرية في تعريف المصطلحات والتكييف القانوني للموضوع المطروح أمام القضاء من حيث حسن النية القصد من غير القصد العمد والعقوبة يجب أن تكون متروك أن يكون متروك للقاضي أن يحدد العقوبة بين الحدين الأدنى والأعلى وله في بعض الحالات النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى نعم لوجود يعني بعض الأسباب المخفة التقديرية وله أن يتشدد بالعقوبة إذا وجد هناك أسباب مشددة تقديرية نعم طب السؤال اليوم ونتحدث لدكتور صدام أن النصوص ركيكة الرصوص تعتقد من أي ناحية خليني مشان يعرف أجاوب ركيكة وين يعني يعطيني مادة نص ركيك يعطينا مادة نص ركيكة في العديد من المصطلحات يعطيني مادة نص ركيك يعطيني مادة يعطيني مادة مش مصطلحات مادة مادة نص ركيك المادة 15 ورد فيها مثلا مصطلح أخبار كذبة أين والمادة 16 ورد فيها مصطلح اغتيال الشخصية ومادة أخرى ورد فيها أخبار زائفة دقيقة أين تفضل هاي مصطلحات هجيني تشريعيا هجيني تشريعيا تفضل أخي العزيز ما فيه اثنان يختلفوا على ما هو الكذب الكذب هو قول غير الحقيقة اثنين أنا قلت لك من أول ما ما دخلنا على الستوديو أنه حتى يتبين الكذب من غير الكذب لابد من تكييف قانوني تقوم في المحكمة بناء على بينات واردة في ملف القضية ربما يكون هذا الكذب الذي يدعي شخص بأنه ورج ضده كذبا ربما يكون ناتج عن قرينة معينة ناتج عن لبس معين ربما يكون أنت إذا تقرأ المادة كويس فيها تقييدين هذه المادة أول شيء القصد والتقييد الثاني دون وجه حق هذول القيدين ناسفات المادة بمعنى أنه إذا لم يتبين للمحكمة بأن هذا المدعي أو المشتكي قد قدم بينا بأن فلان قد قدم ضده أخبار كاذبة قصدا وتبين له أن هذه الأخبار دون وجه حق هنا تكون العقوبة لكن قراءة النص مجزوء لا يمكن أنه يكون فيه عقوبة إذا تبين أنه إيش يا دكتور صدام واضح واضح أنا المسألة وقل لك أنا ما تقرأ مجزوء اقرأ كامل أنا كلام الواضح كلام واضح ودقيق الإشكالية ليس من حسن السياسة التشريعية أن يرد المشرع يجب أن يعبر المشرع عن ذاته إذا أراد الشائعات أو إذا أراد الأخبار الكاذبة أو إذا أراد الأخبار الزعفة كلها إذا اتفقنا مصطلحات لنفس المعنى هناك خطأ صياغي خطأ شكلي خطأ فني قريبا لا يجوز كمشرع أردني صار لنا مئة عام من شرع للمنطقة كاملة وإن المدرسة التشريعية عريقة أنه نرد مثل هذه المترادفات التي ليس الترادف في التشريع الترادف في التشريع لا يجوز يجب أن يكون له مددور بدي أفزع لك بس أعطيني المصطلحات اللي أنت تقول متشابعك أخبار كاذبة أخبار زائف زائف شو الفرق بينهم وشي عادي الثلاث كلهم كذب طب ليش عبت نعم ليش ما وحد للمصطلح أنا بدي أنا أول شيء أوضح لك أولا يعني مشان أنا ما أصادر حق زملائي في مجلس النواب هذا لا يزال مشروع أشكرا يعني شكرا إليك لا يزال يعني بإمكان تحت القبرة أشكرا بإمكان أي زميل الليلة أو بكرة يكتب مداخلة أنه يا عمي ترى نوحد المصطلح بس لكن ترى حاب أوضح لك شغلة الإشاعة غير عن الأخبار الكاذبة الإشاعة يعني بدي أسألك حليني ألا أسألك بيكو أنت قاضي سابق ألا تدخل إذا الإشاعة غير الأخبار الكاذبة ألا تدخل الأخبار الكاذبة ضمن باب الذنب والقدح والتحقير ألا يكفينا الذنب والقدح والتحقير لا يا سيد الذنب تعريفه غير الذنب إسناد مادة معينة إسناد مادة الإشاعات والله يقولوا هالناس تنت كيف خلناك معي يقولوا القدح مباشرة أنا أقول فلان كذا هذا قدح الذم أقول والله هو كويس بس في عنده شغلة معينة يعني ما وجهت له إشي مباشر الإشاء على أقول والله يقوله هالناس عنه أنه سيء هم أنا ما أقول ترى هم يقول ارتكب على المادي أنا ملاحظتك بمحلها فعلا كاذبة وزائفة وإشاعات قريمة من بعض لكن ترى كل مصطلح أنا مو حاب أرجع لو أنا لو أنك حاكي لعنه السلف كان جبت له قرارات تمييزية ووضح كل واحد من هذه الاصطلحات قرأتها وطلعت عليها الدم هو إسناد مادي معين القدح هو من قبيل السباب والشكلة والتحقير هو أي دم وقدح لا يرتكب علىنا هذا المستقر علي إستاذ محكم تيمز لكن إذا برجع على مصطلح آخر اغتيال الشخصية لم يرد في النظم القانونية لا الشرقية ولا الغربية كلمة اغتيال شخصية وأنا شفت على هذه المنصة قبل يومين أحد الأشخاص لم يرد ألبتة ورد في الباب الأول في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تدبيرا وقائيا على مؤسسات الدولة أن تتخذ كل الإجراءات من أوامر تصحيح وآامر متابع وآامر إلغاء وآامر وآامر لتمنع حملات التشويه واغتيال الشخصية لم يرد ضمن هو ذكر هذه نقطة لم يرد ضمن العقوب بالضبط أنا لا بدي أذكر المادة بالله إقراها أنت مشاهد يسمعنا أنا حافظهم بس إقراها أنت أي مادة إغتيال الشخصية؟ آه إغتيال الشخصية يسجب مقلب فيش تعريف إليه؟ بس إقرا لي ياهب بس إقرا لي ياهب بس إقرا لي ياهب كل من شاء أو عزاء أو نسبة قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك كمل اللي كنت تقول بقوله الناس ساهم في ذلك يقعهم كمل تمام عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته كمل تمام يعاقب بالحفز مدى لا تقل عن ثلاث أشهر وبغرامة لا تقل عن خمس وعشرين ألف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أخو طب هذا أنا خليني أرد عليك والله لو أعطينا التعريف لهذا المصطلح للقضاء لضيقنا على الناس وعالقضاء أنا حاب أنا بالنسبة نظري خاصة غير عند اللجنة وغير عند المجلس أنا حاب أنه بالإصطلاحات أعطي القضاء نوع من الحرية في التكيف هل هذه الوضع أثر على شخصيته ولا ما أثر أغتالها ولا ما أغتالها إذا أعطيه تعريفات معلبة ما هو هذا ما هو هذا هذا مصطلح جديد يجب أن نحدد ضوابطه لأنه يشكل ركن مادي حتى يستطيع القضاء أن ينزل الواقعة على الركن هذا دور المشرع أن يحدد بالنصوص الجزائية أن يحدد الركن المادي من فعل وعلاقة سببية ونتيجة طيب سألت 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 بالله يجوز يجوز صياغة تشريعية وأنت قانوني وخبير بالمادي ثلاثة فقرباء إذا تمكن من تحقيق نتيجة يا جماعة الركن المادي يقوم عن نتيجة بصير مشرع أردن يقول شو النتيجة أنا بأخذ معلومات عشان إيش يا بفشيها يا بألحق فيك ضرر طيب بصير المشرع يتركها إذا تحققت النتيجة قل لي إذا ألحق الضرر بعقبهيك إذا عمل هيك بعقبهيك إذا أفشاها بعقبهيك إذا حذفها بعقبهيك طيب إذا أسألها أستاذ سأل والله هذا يؤثر على سمعة الأردن والله يتسبب ضرب سمعة الأردن وسمعة المجلس لا يجوز أن نعطف تحقيق نتيجة أن تركها مفتوحة جوابا على سؤالك يعني كأن المشرع ناوي بس أنا راح أسجلها فعلا هو إذا ما فيه ضرر مشكلة لكن هو كأنه قصد الشباب بديوان التشريع أنه إذا تحقق نتيجة بمعنى تحقق ضرر لكن إحنا راح نعالج هذه طيب أنتو ضفتوا يا أسوة سلمان أنتو ضفتوا المواقع الإباحية اينا يعني لماذا لماذا هذا الجانب تم إضافته في هذا القانون سيدي هو ضمن الجرام الإلكتروني يبدأ أقول الأشياء يعني خلينا نكون واقعيا أخي محمد يعني قبل كان الحظ على الفجور يتم بأضيق الأمور ومخجل وما حدا كل مجتمعنا العربي والإسلامي والأردني ينبذوا الآن صار انتشاره أوسع فلابد من تغليض العقوبة ولابد من محاربة هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا الإسلامي والعربي والأردني أنا مع تغليض العقوبة يعني مين بلا مع الحظ على الفجور إضافة عمله إضافة مجلس النوار أنا ما هاي المشكلة المشكلة أنه هذه الجرائم من جرائم الوسيلة هذا القانون يجب أن يتضمن ثلاث محاور جرائم الوسيلة التي تركت بوسيلة الكرونية كان بكفي كان بكفي نحط نصي حالي المادي 26 من هذا القانون تكفي فبالتالي أنا باعتقادي يعني هاي تكتيك تشريعي من مجلس النواب إيش عين تكتيك إنه حتى إنه نقول أعقبنا حتى اللي بعرض هذا القانون إنه بدهوش الحظ على الفجور مثلا يعني ليس مكانها وليس سياقها ونصوص موجودة مش مكانها ولا سياقها يا أساس سيمان ونصوص بقانون العقوبات يا أخويا يا صدام معظم الجرائم الموجودة في هذا القانون منصوص عليها في قانون العقوبات مشكلتنا بالعلنية اللي أوسع جميل اللي موجودة في قانون العقوبات سريانها بين المجتمع أوسع ضررها صار أكبر قانون العقوبات اللي بالـ 62 كان يعاقب على الحظ على الفجور بالطرق البداية الآن إحنا عنا ملايين قاعدين يتفرجوا على هذه الأمور وبالتالي كان لابد من تغليض العقوبة وبعدين إذا أنا تركت هذا اللي حظ على الفجور بالوسائع الإلكترونية مئة واحد ينتقدنا يقول لك أنتوا اللي ابتزاز عاقبتوه واللي ضد الدين والمجتمع وعاداتنا ما عاقبتوه والله العظيمة أنتوا يا صحفيين ترى تغلبنا معكو يعني يعني نتركها نتركها أنه نرجع على الحظ على الفجور بالطريقة البداية ما نقول لك بدناش نقود النقاش لهذا المسأل لأنه هذا يخشى أنه هذا حتى أنه اللي بعرض القانون يقول لك أنه بتكيش بتكيش نعاقب الحظ على الفجور والله اللي عرض هذا القانون فقط اللي يبحث عن حرية الانفلات شايف هذا اللي نقشاه حرية الانفلات جاوب لا هذا في الحقيقة هذا أنت من يبحث عن رفض هذا القانون يحرض عن الانفلات يعني اليوم التغريدة يبحث عن حرية وزارة الخارجية الأمريكية اليوم هيك إحنا ما ندخل إحنا يا سيدي سجلوها ما هي اليوم انتقدت القانون سجلونا سجلوها إلنا إنه إحنا إذا تدخلوا طبعا أنا أنا أبدو رأيهم مش سجلوها إنه إحنا ما ردينا عليهم طوف بدي بس سؤال عشان لا تسأل بس لنسؤال بدي جاوب بدي جاوب جواب محمد لو ردينا عليهم كمان لو حقيقة فيه تدخل أنا أنا أبعرف أنه ما فيه تدخل لكن لو ردينا عليهم مجلس النواب رد على الأمريك استدام يعني سجلوها إنه إذا كان ما ردينا عليهم وانتقدونا كويس بس سؤال عشان لا يبقى سؤال بالآن إجابة إنه المواد البقانون العقوبات تحكي على الحظ على الفجور بالقول أو غير أخلاقية على وجه منافل الحياة بالقول أو الفعل أو الحركة أو الإشارة تصريحا أو تلميحا أو بأي وسيلة كانت هذه تحتمل وسيلة إلكترونية وغيرها فيه إجادات قضائية وضع جمعنا إجتهادات الوسيلة الإلكترونية يا دكتور من لا يريد هذا القانون يحرض على الإنفلات هذا في الحقيقة باعتقادي هذه لا عرف الحرية بالإنفلات لا لا من يعرف الحرية بالإنفلات الله أنا باعتقادي أستاذ محمد أنا باعتقادي هذا القانون جاء استجابة انفعالية من الحكومة وهو إطار تشريعي لا يليق وجه الأردن الحضاري هذا القانون سوف يجلب العار إلى الدنيا لا أنا وياك يا نحكي بصماحة يا دكتور سوف يكون تلك تشريعي تقيلة أي عارض لا لأنه هذا القانون سوف يجلب العارض 2018 هذا القانون أي عارض لا من 2015 كان يا سيدي 2015 تعديلاته 2018 سحبت النقاش نزلت مؤشراتنا على المعايير الدولية كلها على القانون 2015 سيدي هاي المعارض معايير الدولية هل هي محايدة؟ هل هي تبحث عن مصرحتنا؟ هذه المعايير الدولية؟ يا أستاذ سالم إحنا مصدقين عليها سلمان موسى إحنا مصدقين عليها إحنا صادقنا على الاتفاقية العربية لا خلناك معي إحنا صادقنا على الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المرتكبة طيب لعلمك هاي الاتفاقية لا تعاقب لا تلاحق ولا تعاقب اللي بحللها إلا على الجرائم التقني ذات البعض الفني ولا تلاحق ولم يرد فيها نص على أي جريم يتعلق بالوسيلة جرائم الوسيلة لم تتعلق احنا طوّرناها خلّناها تعاقم حقّز جرائع ورحنا ضيّقنا الفضائي المدني يخوّر رحنا ضيّقنا الحروم يعني هذا الفضائي اللي بده يحرّع على الفجور وابتزاز لا 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 واختيال الشخصية لا لا والسلم المجتمعي والله احنا ما ادنى يا عبد لدينا ترساني تشريعية تعاقب على الإشاعات وتعاقب على عرض الفجور وتعاقب على كل الجرائم الموجودة ولدينا العديد من النصوص الناضجة انت بتقول هذا القانون تخيمي أفوه؟ هذا القانون نعم فيه نصوص إذا تمتف والله انا حاب تعطيني احنا مشكلتنا بتعرف شو بهذا القانون مش بهذه النصوص مثل القانون عام 2015 قلنا المادة داعش تنطبقش على الصحفيين ظلت الأمور ماشية بأحد السنوات بال2016-2017 أجا ديوان تفسير القوانية تصدّل تفسير المادة داعش قلّك المادة داعش تنطبق على الصحفيين احنا الخشية أن النصوص المفتوحة مثل هذه النص وكان عندك ضيف قبل يومين لستاذة محمد ابتشاد قلّك هذا النص الأصل أنه عام وليس خاص بالنسبة للصحفيين للمطبعات النشر طيب أنا بعد فترة شو بضمني ما يتكرر نفس السيناريو ليصال بقانون عام 2015 أنا بدأ جاوبي وننجيبك غراء عنه يا سيدي هل الصحفي الموسيء يجب أن لا يعاقب إذا أسا طبعا يا سيدي كل النصوص عن قصد بس مين البعاث؟ ودونا ووجي حق وين قانونه؟ خلّك معي المطبعات والنشر المطبعات والنشر آه هذا القانون تجاوز المطبعات والنشر إذا ها راح يتعال خلّك معي من يسيء عن قصد ودون وجه حق هذول القيدين مين مكان؟ قاضي، نائب، عين، صحفي إذا يسيء عن قصد ودون وجه حق فليعاقب شو مشكلتك؟ من يسيء عن قصد ودون وجه حق ما عندي مشكلة يا جماعة وقلّك من يسيء عن قصد قصدًا ودون وجه حق قصدًا؟ المحامي إذا أساء له قانون نقابة المحامين لا يا سيدي القانون الجنائي ينطبق على الجميع القانون الجنائي ينطبق على الجميع بس الصحفي في حدود مزاولت منته عنده قانون مطلوعات والنشر يا سيدي خلّك معي هذا بحدود مزاولت منته زي الموظف اللي حميته اللي إذا أعطيته رشوة وصورته ونشرته على المواقع الإلكتروني بدك تتعاقب الصحفي كمان بده يكشف الحقيقة إذاً هو بمارس منتو؟ يا سيدي اللي حادي اللي حادي يكشف الحقيقة ودور عن مصلحة البلد كلنا معه خلّنا رايحك بالظبط من يبعث عن الحقيقة بس ودلنا على أعطيني مجال الجاو أعطيني مجال يا سيدي ما هو كمان هو هو القاضي اللي رايح عليه القضية تفكره كمبيوتر بده يحلّل لهذا بحث عن الحقيقة ولا إساء عن قصد ودون وجه حق من يبعث عن الحقيقة كلنا معه يسيدي يا رايحك ومكافحة الفساد معه والمحكمة الإدارية معه إدلنا على الخطأ بده أشير لك لنقطة أخرى إنه دليل على أن هذا القانون هو شكل أشكال التسرع التشريعي ورد بالمادي أربعة آلف والمادي أربعة جيم المعلومات غير المتاحة جماعة هذا التعبير مش قانوني عنا قانون حماية وثائق أسرار الدولة صنّف المعلومات ثلاث أصناف عنا قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لا يجوز أن نستقدم هذا المصطلح Game وإحنا مصنّفين المعلومات قل لي المعلومات السرية قل لي المعلومات العادية قل لي المعلومات غير المصنّف غير المصنف يعني الآخرس السرية للغاية المعلومات بالأردن بموجب قانون حماية وثائق أسرار الدولة مصنّفة ثلاث أنواع لا يجوز أن يرد مثل هذه المصطلحات في القانون هذا القانون عبارة عن تسرّع في عبارات فيها تسرع تشريع والله عليش ما اعترض انتح هذه العبارات اللي خطة في الصيارة المعلومات غير المتاحة مش اشي بالاردن اسمه معلومات غير متاحة تشريعية سيدي خلينا اكمل لك في معلومات سرية اه ثلاث تصناف خليك معي سري للغاية وسري وعادي ايه المعلومات السرية هذا اللي يعني بحثناها مطولا طيب هذا اللي يعنيها المشرع بأنها غير متاحة بمعنى انه انت اقحمت نفسك وبحثت هي لا تكون سرية الا اذا كانت مهمة وتأثل على الامن القومي والوطني وبالتالي يجب ان تكون محمية ما هي المعلومات اذا تؤثر على الامن الوطني موصنف سرية للغاية اذا بدك تحصل عليها بدك تحط المغلف ودمغة حمراء على اليمين ودمغة حمراء على شمال الانشسم وتنقل بسيارة خاصة الها بروسس بقانون ضمان مائة وثاق اسرار الدولة هذا المصطلح هاجين يا جماعة انا هاي الفكرة انا بدنا نص تشريعي لا لا بدنا نص تشريعي ناضج يا جماعة هذا نص غير ناضج هذا نص غير ناضج هذا القانون المجتمع الدولي يراقب هذا القانون سيدي احنا اذا نرد عليكم انتم يا الصحفيين حتى والله عقوبة السارق غير نلغيها لا 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 لعله تتعدى حريته هذا سرق لا بالاكثر هذا الراح سرق هذا الراح يعيش هذا يا اخوان نكون واقعيين ترا اخوانكم في مجلس النواب تراهم اردنيين ووطنيين وبهموا بالقانون ومنطقيين ومتوازنين والله لم يجرم في هذا القانون الا من ارتكب الا من ارتكب جرما عن قصد ودون وجه حق طيب وفيه جرائم بالله هاي سؤال اخير لا ما عندي سؤال اخير يعني شو بمنع يا أستاذ نخط تدابير تدابير تصحيح اللي بيحذف التعليق اعطيه نصف العفاء اللي بيعمل كثيرا صاحب الموقع اذا تم تنبيه وحذف معثم من العقوبة نهائي اذا اهم مش نصف عقوبة لا 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 اذا تم الناشر اذا كان عنده تعليق مسيح بعد اعلامه هو غير مسؤول سيدي انا فقط للتنويه أستاذ اسلمان الصحفيين عندما يعترضون ويمتنعون ويرفضون بعض ما ورد في القانون حرصا على حريتهم ومهنيتهم وان يستمروا في عملهم بدون قيدا او شرط وانت تقول ان نوعهم والبعض يرى ان في القانون ما يمنع الصحفي من اداء واجباته كما يريد وانا معلنشة دكتور الوقت انتهى شكرا جزيلا أشكرك جدا على حضورك